شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي في جلسة دور الفن المستدام في دعم المجتمعات والتنمية وذلك ضمن فعليات المنتدى الحضرية العالمية شهدت الجلسة مشاركة دكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ورندة فؤاد رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية وأحمد رزق مدير مكتب برنامج الأول المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتاد بالقاهرة هذا واختتمت الجلسة بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي والسدى الحضور للفائزين في مسابقة نظمتها مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية في مجال الفن وإعادة التدوير